اشتركوا في القناة ليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من يناير من العام الفين وثلاثة وعشرين وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة الذي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء قبل ان نبتدع فقرة التحليل الفني نذكر باهم البيانات الاقتصادية الذي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة ومنفردة على الجنال استرليني تصدر في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة وهو مؤشر الانتاج التصنيعي والناتج الاجمالي المحلي اذا اخواني العزاء ابتدى فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس وشاهدنا اخواني العزاء صدور بيانات التضخم الامريكية الذي يترقبها العالم وشاهدنا صدور مؤشر اسعار المستهلكين والذي تراجع مدللا على بدء تراجع التضخم في الاقتصاد الامريكي وعليه شاهدنا ارتفاع احتمار رفع اسعار الفائدة بخمسة وعشرون نقطة اساس في اجتماع الاحتياطية الفيدرالي القادم مما ادى الى حصور ردة فعل سلبية على مؤشر الدولار الامريكي مقابل سلة العملات المختلفة وشاهدنا صدور ولمعان الذهب وبريقه مجددا يعود الى الساحة وهنا اخواني العزاء كنا قد حذرنا من خلال خدمة البرودكاست المجانية بتجنب التداولات لانه فور صدور البيانات الاقتصادية الهامة على الدولار الامريكي ونشاهد تذبذبات عالية في الاسعار مما يؤدي الى خسائر لبعض المتداولين وقد شاهدنا هذه الحركة بالفعل اخواني العزاء بتذبذب عالي وقت صدور الاخبار ولكن حتى اللحظة لا يزال على الصعيد الفني مؤشر الدولار الامريكي يتداول ادنى داون تريند لاين في الظل قناة رئيسية هابطة مقتربا من منطقة دعم هامة جدا مستوى المائة واثنين والذي اذا نجح بكسرها سوف يدخل مؤشر الدولار الامريكي في سلسلة الخسائر المنتظمة الذي قد تهوي به على المدى المتوسط الى مستويات التسعة وتسعون مع بدء انحسار مستويات التضخم في الاقتصاد الامريكي والبدء بتخفيف وتيرة التشديد النقدي من قبل الاحتياط الفيدرالي اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد زوج اليورو دولار يتداول على اعقاب محاولة اختراق مستوى الواحد فاصلة صفر ثمانية الاف والذي باختراقها سوف يبدأ رحلة الصعود وتعويض سلسلة الخسائر السابقة وقد نشاهد زوج اليورو دولار يستهدف مستوى الواحد فاصلة عشرة الاف وواحد فاصلة ثلاثة عشر الف وخمسمية خلال التداولات القادمة ويشترط لاستمرارية السيناريو الاجابي وتحقق الاهداف المذكورة هو الثبات اعلى مستوى الواحد فاصلة صفر ثمانية الاف اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الباوند دولار وهو الاخر لا يزال يتمسك بالزخم الايجابي وذلك باستمرارية التداولات اعلى الاستمرارية التداولات صعودا اعلى مستوى الواحد فاصلة عشرون الف لا تزال تمكن الزوج من الضول اخضر للانطلاق صوب مستوى الواحد فاصلة ثلاثة وعشرون الف وواحد فاصلة خمسة وعشرون الف على الشورتيرم وشرط استمرارية النظرة التفاؤلية هو الثبات اعلى مستوى الواحد فاصلة عشرون الف اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الباوند ين الملقب بالمجنون ونشاهد المجنون مقتربا من منطقة دعم هامة جدا وهي مستوى ال 157.500 مع قوة الياباني الذي ظهرت مجددا واذا نجحت الاسعار بكسر مستوى ال 157.500 قد نشاهد دخول الزوج في سلسلة خسائر وعودته الى القناة الرئيسية الهابطة مجددا مستهدفا ال 154 اما الثبات والتماسك اعلى مستوى ال 157.500 سوف يعاود التداولات العرضية في القناة العرضية المضللة على الرسم البياني اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي ونشاهد الدولار الاسترالي يتألق مجددا بتلقي التعيد الايجابي من خلال التداولات الايجابية لملك الملاذات الامنة الذهب وحتى اللحظة استمرارية التداولات اعلى المتوسطة المتحرك لمدة 55 يوم وعلى مستوى ال 0.689 تقود الاسعار الى مستوى ال 0.70.000 و0.71.000 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو الا بكسر مستوى ال 0.689.000 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني ونشاهد مع قوة الين الياباني محاولة الاسعار بكسر مستوى ال 130 ين مقابل الدولار الواحد واذا تم تأكيد هذا الكسر سوف نشاهد سلسلة خسائر للزوج والدولار الامريكي بالذات تستهدف مستوى ال 127 ين على الشورت تيرم وعلى اللونغ تيرم قد نشاهد مستوى ال 124 ين مقابل الدولار الواحد اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الليرا التركية ولا يزال السيناريو الايجابي هو المسيطر على الزوج واستمرارية التداولات اعلى ال uptrend line واعلى مستوى 18.65 لا تزال ترجح السيناريو الايجابي الصعد وجميع التراجعات لا تزال تصنف كتصحيحات لا اقل ولا اكثر وكحركة صحية للاسعار اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الامريكي ونشاهد البيتكوين يستغل تراجع مؤشر الدولار الامريكي وينجح باختراق مستوى 17.600 دولار للبيتكوين الواحدة متمسكا بالتداولات الايجابية اعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم اذا حافظت اسعار البيتكوين على التداولات اعلى 17.600 دولار سوف نشاهد انطلاق سوى 19.000 دولار للبيتكوين الواحدة وبمجرد اختراق 19.000 دولار سوف يعود البيتكوين الى الرالي الصعود الذي قد ينتهي على المدى المتوسط الى 21.700 دولار للبيتكوين الواحدة اذا اخواني لعزان انتقل الى تحليل الريبل ونشاهد الريبل ينجح بالتحرر من الداون تريند لاين مقتربا من منطقة المقاومة الماثلة عند مستوى 38 سنت والذي اذا نجحت الاسعار باختراقه سوف نشاهد انطلاق قادم تستهدف مستوى 42 سنت و45 سنت خلال التداولات القادمة اذا اخواني لعزان انتقل الى تحليل ملك الملاذات الامنة الذهب ونشاهد الذهب هو ملك الملاذات الامنة الذهب الذي نجح باستغلال تراجع المؤشر للدولار الامريكي وحاليا اذا شاهدنا الاسعار تنجح بتأكيد اختراق مستوى 1890 دولار للانصة الواحدة سوف نشاهد انطلاق ايجابية لملك الملاذات الامنة الذهب ولكن يشترط تأكيد هذا الاختراق والثبات اعلى مستوى 1890 دولار للانصة الواحدة من اجل ان نشاهد انطلاق تاريخية للذهب تعانق مستويات 1920 دولار و1940 دولار للانصة الواحدة على الشورت تيرم ولا يزال الهدف المنتظر عند مستوى 2000 دولار للانصة الواحدة قائم حتى اللحظة بشرط الثبات اعلى مستوى 1890 دولار ولن يلغى السيناريو الاجابي للذهب الا بكسر مستوى 1860 دولار للانصة الواحدة اذا اخواني لاعزاء ننتقل الى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام لا يزال يحاول بالتحرم من الضغوط البيعية واذا نجح بتأكيد اختراق الثمانية وسبعون دولار واختراق الداوم تريند لاين حينها سوف نشاهد الانطلاق صوب مستوى 82 دولار للبرميل الواحد و88 دولار للبرميل الواحد على اللونغ تيرم ولن يلغى هذا السيناريو ولن تلغى المحاولات الايجابية الا بعودة التداولات دون مستوى 78 و70 دولار للبرميل الواحد لاعزاء ننتقل الى تحليل الفضة ونشاهد الفضة تحاول التمركز مجددا اعلى الابتريند لاين واذا نجحت الفضة بالعودة على مستوى 24 سوف نشاهد انطلاق قادم ايجابي للفضة تنتهي بمستوى 25 على الشورت تيرم خلال التداولات القادمة اذا اخواني لاعزاء ننتقل الى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي لا يزال يتداول بشكل سلبي مقتربا من المتوسط المتحرك ومن منطقة دعم هامة جدا وهي مستوى 3.30 والذي اذا نجحت الاسعار بكسرها سوف نشاهد انهيارات سعرية تتوالى على الاسعار تستهدف مستوى 2.60 ومستوى 2 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو السلبي الهابط الا بعودة الاسعار اعلى مستوى الاربعة اذا اخواني لاعزاء ننتقل الى تحليل قائد السوق الامريكي مواشرة داو جونز الصناعي مثل ما ذكرنا سابقا اختراق الـ 33.750 يخلق فرصة شرائية وهنا نشاهد الاسعار تحقق هدفها الاول الماثل عند مستوى 34.200 وفي طريقها الى تحقيق الهدف المنتظر عند مستوى 34.700 والذي اذا نجحت الاسعار باختراقها سوف نشاهد البدء في صعود مواشرة داو جونز واستهداف الـ 36.000 على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو الا بعودة الاسعار مجددا دون 33.750 اذا اخواني لاعزاء ننتقل الى تحليل مؤشر ستاندرد انبورز SP500 ونشاهد ان الـ SP500 يقترب من مناطق مقاومة هامة جدا بالقرب من مستوى الـ 4000 والذي يلتح معها الـ downtrend line الرئيسي للقناة الرئيسية الهابطة والذي اذا نجحت الاسعار باختراقها سوف نشاهد التحرر من الضغوط البيعية وبدء تكوين ترند فرعي صاعد قد يستهدف مستوى الـ 425 على المدى المتوسط اذا اخواني لاعزاء ننتقل الى تحليل مؤشر الداكس ونشاهد الداكس يستمر بالسيطرة على الزخم الإيجابي مقتربا من منطقة الـ 15.150 والذي اذا نجح باختراقها سوف نشاهد امتداد مكاسب الداكس واستهداف مستوى 15.400 و15.700 خلال التداولات القادمة اذا اخواني لاعزاء ننتقل الى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي وهو الآخر ينجح بالعودة على مستوى 6.950 واذا نجح بالحفاظ على المراكز الشرائية اعلى 6.950 سوف نشاهد امتداد ايجابي يستهدف 7.100 و 7.210 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الا بالعودة مجددا ادنى مستوى 6.900 اذا اخواني لاعزاء ننتقل ختاما الى تحليل مؤشر النازدك الامريكي ونشاهد مؤشر النازدك ينجح بالتماسك اعلى مستوى 11.150 ولا يزال يتلقى التعييد الايجابي من خلال التداولات اعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واذا استمرت التداولات بهذا الشكل سوف نشاهد الانطلاق الى مستويات 11.912.600 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو الايجابي لمؤشر النازدك الامريكي الا بكسف مستوى 11.150 اذا اخواني لاعزائي الى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية اشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيبة تحيات وفي امان الله